ما بين محذر ومرحب ومستنكر تباينت ردود الفعل على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بصحب القوات الامريكية من الاراضي السورية الحكومة البريطانية حذرت من تداعيات هذا القرار فقال وزير الدولة بوزارة الدفاع البريطانية توبياس الوود قال ان ترامب اخطأ عندما اعلن ان داعش هزم في سوريا مؤكدا ان تهديد التنظيم لا يزال قائما اما روسيا فقد اكدت على لسان الناطق باسم خارجيتها ان القرار الامريكي يساعد على التوصل الى تسوية سياسية في سوريا وكانت روسيا قد وصفت الوجود الامريكي في سوريا بانه غير قانوني ويمثل عقبة خطيرة امام تسوية الازمة السورية من ناحيتها اعلنت اسرائيل انها تدرس البرنامج الزمني الذي وضعته واشنطن لسحب قواتها من سوريا وتداعيات قرار الانسحاب تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تدعمه واشنطن في الحرب على داعش استنكر القرار الامريكي وانقل المرصد السوري عن مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية قولهم ان القرار يعد طعنة في الظهر وخيانة لدماء الاف المسلحين الذين قتلوا في الحرب على داعش مسؤول قوات سوريا الديمقراطية رأوا في القرار الامريكي تناقدا مع الواقع حيث وصلت تعزيزات خلال الساعات الماضية إلى منطقة شرق الفرات وإلى القواعد العسكرية في مدينة منبج السورية